موسيقى كملنا جولة نبسق الخضر والفواكه والحاجة اللي لاحظناها هو أن الجزائري لازم كون صبح يجوز على المرشي وصبح هي أحسن فترة يقضي فيها موسيقى شكرا أمال عباس على هذا الروبرتاج الجبيل رغم أنك لم تعزمين على طبق طاجين الزيتون أهم ما كتبته الصحف اليوم تسليم مفاتيح عدل مكتتبي 2001 في الفترة الممتدة بين 25 و 31 ديسمبر من السنة الجارية فتوى سلفية تحرم الاحتفال برأس السنة الأنازيغية المعارضة تطالب بحكومة جديدة تشرف على الرئاسيات ومن يريد السياحة في الجنوب الجزائري فهو آمن هذا أهم ما نقلته الصحف اليوم رحوا نشوفوها مفصلة في معرض الصحفة موسيقى 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 نستهل معرض الصحفة اليوم الأحد 15 ديسمبر بجريدة النهار النهار كتبت تسليم مفاتيح شقق عدل بين 25 و 31 ديسمبر المقبل فتوى سلفية تحرم الاحتفال برأس السنة الأنازيغية أوامر للتسطر على الاختلاسات في بريد الجزائر كتبت النهار في أول مقالاتها قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل منح شقق من أربع غرف لفائدة مكتتبي ألفين واحدة الذين لهم أكثر من ولدين شريطة دفع ثلاثين ألف دينار إضافية لحساب القسط الأول وبالموازات مع ذلك حددت الوكالة تاريخ 25 إلى 31 ديسمبر لتسليم جميع المفاتيح للمستفيدين في مواقع هراوة أولاد فايت وعين البنيان وحسب مصدر عليم من وكالة عدل فإن المكتتبين الأوائل لسنة ألفين واحدة الذين دفعوا الشطر الأول من تمني الشقة قبل سنة ألفين واثنين سيتحصلون على شقاقهم بين تاريخ 25 ديسمبر المقبل و31 من نفس الشهر ويتسلمون استدعاءاتهم بداية من يوم غد لدفع الشطر الثاني جاء في المقال الثاني عن الفتوى التي نشرت على الموقع الرسمي للشيخ أحمد حاجعيسة الجزائري المعروف في الأوساط السلفية في الجزائر والتي أثارت ردود أفعال من طرف عدة جمعيات ومواقع مهتمة بالثقافة والتراف الأمازيغي في الجزائر حيث اعتبر الغضبون على الفتوى التي أشعلت فتنة إلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي بمثابة التكفير والتحريض ومس حريات الأشخاص في موضوع ثالث للنهار في تقرير سري أعده مدير الموارد البشرية والتكوين بمؤسسة باريد الجزائر وسلمه لوزيرة الباريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال ظهر دردوري كشف عن وجود فساد وتجاوزة بالجملة وفضائح خطيرة تورط فيها المدير العام لباريد الجزائر محمد العيد محلول بتأن بتوظيفه لعدد من أقاربه وأبناء إطارات ومسؤولين وانتهاء بإلغائه لمرسوم رئاسي في طريقة التوظيف وتعيين إطارات المؤسسة إلى جاريدة الخبر الخبر كتبت قائد أفريكوم يعلن زيارته الجزائر مطلع 2014 وقال لا نرغب في بناء قاعدة أمريكية في الجزائر وسلطة الضبط تدرس جاهزية المتعاملين للفصل في القرار فوضى تقنية ترافق إطلاق الجيل الثالث اليوم جاء في مقالي الخبر أن قائد الأفريكوم رودريغز فاد في لقاء مع صحفيين من الجزائر وموريطانيا مساء الجمع الفارض بمقر القيادة العامة لأفريكوم بشتوتغارد في ألمانيا بأن القيادة تبذل جهودا لمساعدة شركائها الأفارقة على التصدي والتحديات الأمنية وساق أمثلة عن مختلف أشكال التهريب الذي يمارس في خليج غينيا انطلاقا من أمريكا اللاتينية وصولا إلى أوروبا وفي مقالها الثاني كتبت الخبر أن سلطة الضبط للبريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال أوفدت خبراء إلى متعاملين الجيل الثالث لتجريب مدى توفرهم على الحلول التقنية التي تتيح لهم التعامل برقم واحد يجمع بين الجيل الثاني والثالث على أن يتم البث في هذا القرار مع نهاية الأسبوع الحالي على أقصى تقدير وإلى ذلك سيكون على المشتركين اقتنى شريحة جديدة برقم ثاني للاستفادة من الخدمة التي ستطلق عمليا اليوم جريدة الجزائر نيوز الجزائر نيوز تساءلت في مقالها عن صنيعة رجال لحظة قوية أضعوا نفوذهم أم قد سياسي بسبعة أرواح ما حقيقت الرجل وكتبت أيضا في زمن متقارب غادر أحمد ويحيى قيادة الأرندي مع الرحيل المهين والقاسي لعبد العزيز بالخادم من على رأسها الأفلان وكيل الشخصين المتنافسين كل على طريقته لخلافة مرشح بوتفليقة ترك من ورائهما فراغا كبيرا داخل حزبيهما بحيث تحول إلى ضحيتين غامضتين لقوة خفية لم تعلن عن نفسها لكن في أي حال ظلت هذه القوة الخفية مرتبطة بالدائرة الضيقة المتحلقة حول الرجل الصامت عبد العزيز بوتفليقة في ثاني مقالتها تحدثت الجزائر نيوز عن وفاة صباح أمس السبت المؤرخ وشيخ المؤرخين الجزائري الدكتور أبو القاسم سعد الله بالجزائر العاصب عن عمر يناهز الثلاثة والثمانين سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش وقد انتقل أبو القاسم سعد الله إلى رحمة الله بالمستشفى العسكري بعين النعجة أين كان يتلقى العلاج حسب مصدر طبي وحسب مصدر من العائلة الفقيد فإن شيخ المؤرخين الجزائريين كما يلقب في الأوساط الجامعية والأكاديمية سيورى التراب بمسقط رأسه بإجمار ولاية الوادي جريدة البلاد جريدة البلاد كتبت ونشرت تفاصيل وشروط مسح ديون وفوائد قروض شباب لونساج ولكنك حيث كتبت البلاد مصادر موثوقة أكدت أن اللجنة التي كلفت من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال بإعداد ملف كامل يحتوي على دراسة شاملة بالأرقام والتفاصيل الدقيقة حول ديون الشباب الذين تحصلوا على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار صيغتي لونساج ولكنك إلى جريدة المساء جريدة المساء كتبت ميلاد لجنة إفريقية للتضامن مع القضية الصحراوية حيث كتبت تعززت حركة التضامن مع القضية الصحراوية أمس بميلاد لجنتين واحدة إفريقية وأخرى دولية للتعريف بعدالة هذه القضية وبحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره بمختلف أنحاء العالم وبمناسبة انطلاق أشغال الندوة الدولية الرابعة لحق الشعوب في المقاومة وحالة الشعب الصحراوي بالجزائر العاصمة تم تنصيب الشبكة الدولية البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطبيقا لتوصيات الملتقى الدولي في حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني شهر أفريل الماضي اليوم معنا جريدة الصوت الآخر الصوت الآخر كتبت كعنوان رئيس المعارضة تطالب بحكومة جديدة تشرف على الرئاسيات كتبت الصوت الآخر صعدت مجموعة العشرين التي التحقت بها أحزاب القطب الوطني من لهجتها أمس ورفعت سقف مطالبها قبل أربعة أشهر من موعد إجراء رئاسيات 2014 حيث دعت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تغيير حكومة عبد المالك سلالة التي نصبت في سبتمبر الماضي إثرى التعديل الحكومي الذي أجراه تبقى لأحكام المدة 79 من الدستور خاصة القطاعات الوزرية المرتبطة بتحضير وتنظيف العملية الانتخابية بما يؤسس للنزاهة والحياد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الذين سيخذون السباق نحو قصر المرادية إلى الصحف الوطنية الناطقة بالفرنسية الإكسبرسيون كتبت لزينيغم دون بخيزيدانسيال حيث تحدثت في مقالها عن افتراضات حول مشاركة عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية القادمة والمطالبة الملحة لكل من بنفليس وحمروش للترشح للانتخابات القادمة رغم ذلك تبقى أمور أخرى لا تزال مبهما وغير معروفة جريدة لطن دالجيري لطن دالجيري كتبت 4000 ملتaires et جendarmes pour assurer la sécurité des touristes étrangers au sud حيث تحدثت لطن دالجيري في مقال على أنه من المتوقع أن يؤمن حوالي 4000 درك موسم السياح بالصحراء الجزائرية والسياح الأجانب في نهاية العام وسيتم تعزيز الأمن على الحدود مع مالي لإحباط أي محاولة خطف ممكنة عن طريق المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يسود في منطقة الساحل كان هذا معرض الصحافة إلى تصريح اليوم تصريح اليوم هو لوزير السكن الذي يظهر على الصورة عبد المجيد تبون وزير السكن هو العمران قال سيتم الإعلان عن نتائج الاكتتاب في البرامج السكنية للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل البالغ عددها 700 ألف طلب قبل نهاية شهر جونفي القادم كما أكد أن العملية تسير حاليا في ظروف حسنة إذ سيتم الشروع في إنجاز شريحة أولى من سكنات عدل تحوي نحو 65 ألف كما أن النوعية المعمارية للمشاريع السكنية والتجهيزات العمومية تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للإعلان خلال جونفي القادم عن كافة نتائج الاكتتاب في البرامج السكنية لوكالة عدل التي تم إحصاؤها في إطار هذه العملية والبالغ عددها 700 ألف كما أوضح أن الأشغال قد انطلقت لإنجاز شريحة أولى من سكنات عدل تحتوي على نحو أكثر من 565 ألف هذا كان تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون فيما يخص سكنات عدل التي تلقى اهتمام كبير لدى المواطنين ننتقل الآن إلى فقرة الضيف مشاهدين يحضر معي اليوم الدكتور محمد عماري مدير تحرير جريدة الصوت الآخر محمد محببا بك معنا مرحبا بك سيك محمد شكرا ليسلمك ماذا هي الصوت الآخر محمد؟ والله لبس تعرف المشاريع الإعلامية الجديدة خاصة الناطقة باللغة العربية ويتكون كل طاقمها من الشباب طبعا فيه صعوبات صعوبات مالية صعوبات في 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 تحديد الخط الافتتاحي يعني في ظل الغموض السياسي واللاوضوح الإعلامي ولكن الحمد لله رانا نحاول إن شاء الله نجد لأنفسنا مكان طبعا في ظل لأنه الآن التنافسية في قطاع الإعلام أصبحت صعبة جدا خاصة مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال والزخم الكبير والزخم الإعلام الكبير محمد خطان سياسي صوت الآخر خطان سياسي طبعا نحن نقول خطنا نحن مستقلون عن كل الطيارات وعن كل الأحزاب وعن كل القواء كل جرائد تقول هذا شيء محمد طبعا طبعا من حق كل جرائد أن تقول ذلك نحن عدنا سلم قيم سلم قيم سياسي وإعلامي يعني نحن مع الثوابت الوطنية نحن مع اللغة العربية نحن مع السيادة الوطنية نحن مع رفض التدخل الخارجي نحن مع حق الشعوب في تقرير المصير هذه القيم الكبرى ندافع عنها الأمر الذي يوافقه هذه القيم فنحن معه في الداخل أو الخارج والذي يخالفها فنحن نقول له لا بهدوء وبلطف طيب محمد صوت الآخر عمرها الآن سبع شهر بدأت بداية يعني بداية مليحة الآن ربما يعني تراجعت شوية البعض قال لك أن صوت الآخر بنية على حسابات سياسية والجريدة لما تبنى على حسابات سياسية يعني تكون رهينة الحسابات السياسية طبعا نحن في الإعلام ومن حق كل واحد أن يقول ما يعتقد وما يشاء سواء كان صحيحا أو غير ذلك نحن جريدة مستقلة جريدة معداش خلفية سياسية لأنه من الانتحار يعني الذي يمارس السياسة من الانتحار أنه يخرج الآن بجريدة على مقربة من سنة قبل الرئاسية ويخرج بجريدة بخلفية سياسية رح يصطدم بواقع مريب نحن جريدة مستقلة طبعا خطنا الافتتاح هو الخط الوطني النوفمبري خطنا الوطني النوفمبري لا نخفيها قلتها أنا بصفتي المدير في العدد الأول نحن مع التيار الوطني النوفمبري لكن لا نوعدي التيارات الأخرى لا التيارات الإسلامية المحافظة ولا العلمانية ولا الديمقراطية ولا غير ذلك سواء في الداخل أو في الخارج نحن ندافع عن قيمة في شراكة مع النائب بدا محجوب طبعا نحن الجريدة مؤسسينها مجموعة من الشركة الدكتور محجوب هو أحد المساهمين في الجريدة أحد المساهمين لكن تراجحته شوية محمد الله طبعا نحن بدأنا بقوة نحن مؤمنون نحن طبعا ربما الذي يميزنا عن غيرنا من المسيري الصحافة أو من المشاريع الإعلامية بشكل عام أنه نحن أولاد القطاع نحن لم يجيناش من بره الاستثمار في هذا القطاع نحن عدنا تجربة في القطاع الإعلام بدينا بصحيفة كبيرة عدنا قاعدة في الإعلام مكان في العالم كله في الجزائر مكان حتى جريدة بدأت كبيرة وصغرت ومكان حتى جريدة بدأت صغيرة وكبرت الذي يبدأ كبيرا ينتهي كبير أو يبقى دايما كبير والذي يبدأ صغيرا لا يمكن له أن يكبر هذه قاعدة في الإعلام استسهل الأولون نحن بدينا صحب كبير في الوسط وفي الشرق طبعا الآن عدنا أكثر من مئة يومية هذه أنت على أدرى لأنك في القطاع هذه السادة للمشاهدين أنه مئة يومية بعضها فقط لجرائد وطنية الذي يسحبه في كل مختلف الجهات شرق غرب وجنوب وشمال طبعا قليل جدا هذا العدد بعض الصحف هي صحف جهوية تطبع في العاصمة أو في الشرق وتقول أنها وطنية من أجل تحصيل الإشهار وغير ذلك وطبعا من حقهم هذه كل مؤسسة وسياسة إحنا بدينا بسحب وطني لأننا مؤمنون بأن مشروع إعلامي جد يريد أن يكتب لنفسه الاستمرارية والديموة لابد أن يبدأ قويا بدينا قوي وانتنا تقول في هذا الكلام ولكن فهم صعب مالية فهم